بعد ارتفاع مؤشر خطر الحمى الازفية بات العراق بين وباء ومرضة منتهيا من كورونا ببداية التعافي ومبتدئا بحمى الكونغو المنتشرة في محافظات عدة في البلاد حالة وفاة جديدة في كاربكوك عقبها تسجيل إصابات في ذيقار وكربلاء وأربيل أكثر من أربعين إصابة منذ بداية العام وضعت الصحة العراقية في حالة استنفار شديدة سيما أن المرض الذي ينتقل عن طريق الحيوان والذبح العشوائي تحديدا يلاحق العراقيين بالموت المحتم في حال لم تتخذ إجراءات الوقاية منه أو متابعة المريض بتخفيف أعراضه الحمى الازفية لا علاج لها لكنها لم تصل إلى درجة وباء فيما تعدل أكثر خطرا على العراقيين بعد أن أصبحت قائمة المحافظات أكثر عددا في الأيام الأخيرة خمس وفيات سابقة في ذيقار وواحدة في المثنة وأخرى في بابل حصيرة آخر شهر أنذرت بضرورة التعقيم في المناطق المهددة بانتشار الإصابات في كاركوك منع الذبح العشوائي وانتشرت حملات التعقيم على مناطق الثروة الحيوانية المقلق في الأمر أن معادل الانتشار هذا العام أعلى من العام الماضي ما اضطر وزارة الصحة لاتخاذ تدبير أكثر احترازية لمنع تفشي المرض في عموم البلاد ولا لقاح لهذا المرض عند الإنسان أو الحيوان أما أعراضه الأولية فهي الحمى وألام العضلات وألام البطن لكن عند تطوره يؤدي إلى نزف من العين والأذن والأنف وصولا إلى فشل في أعضاء الجسم ما يؤدي إلى الوفاء بحسب وزارة الصحة وتؤدي للصعبة بفيروس الحمى النصفية إلى الوفاء بمعدل يروح بين 10 إلى 40 بالمئة من المصابين وفق إحصائيات طبية سابقة ترجمة نانسي قنقر